اهلا بيك صاحبي فيديو جديد في الفيديو ده اشرح لك على سعر الرويال باس السيزن القادم السيزن اي تو وكمان صاحبي اشرح لك على الاحداث اللي نزلت معناها جديدة واخر حاجة طبعا اشرح لك ازاي تجيب شادات بابجي مجانا عشان طبعا تشحن بيها الرويال باس السيزن القادم السيزن اي تو فيلا بينا على طول كده صاحبي نبدأ في الفيديو بس قبل ما نبدأ يا ريت طبعا تنزل تعمل لايك للفيديو ولا اول مرة تشوفني يا ريد بورد تشترك في القناة وبس كده يلا بينا على طول نبدأ في الفيديو اول حاجة كده طبعا صاحبي خلينا مع الاحداث ان نزلت معنا جديدة ومع سعر ريال باس ونخش طبعا اول حاجة كده على حدث مزايا الطلب المسبك او طبعا مزايا الشراء الجماعي طبعا صاحبي اول حاجة كده الحدث نزل معاك النهاردة بتاريخ 6-7 وهي انتهي طبعا معاك بتاريخ 30-7 يعني لسه معاك شوية اساسا في الحدث ده المهمة صاحبي اول حاجة كده الحدث ده لو انت طبعا عايز تطلب الريال باس طبعا وتجيب بطاقة التركية قبل ما الريال باس ينزل فعندك هنا طبعا سعر الريال باس العادي 720 شدة وعندك برضو هنا صاحبي تقدر تشحن الريال باس البلاص ب1920 شد وهنا طبعا هتاخد زي ما انت شايف الطائرة اللي امامك دي يعني دائمة في الريال باس البلاص والريال باس العادي هتاخد الطائرة دي مؤقتة لمدة طبعا 15 يوم يعني صاحبي زي ملتلك كده الريال باس السيزون القادم لو انت معاك 360 شدة فهتقدر طبعا صاحبي ان انت تشحن الريال باس ولكن طبعا زي السيزون الحالي مش هتقدر ان انت تشحنه من خلال حدث مزيد طلب المسبك ولكن صاحبي لما الريال باس يبدأ فهتقدر طبعا ان انت تشحن من ار بي 1 لار بي 50 ب360 شدة واول طبعا صديق ما توصل ار بي 50 فكده طبعا هتكون الشدات رجعت لك تاني ب360 شدة وهتشحن طبعا الريال باس من ار بي 50 او ار بي 51 لغاية ار بي 100 وطبعا صاحبي هتاخد بدلة ار بي 100 عادي خالص ويعني نفس كل حاجة انت زي السيزون الحالي بالزبط يعني السيزون القادم السيزون ايتو هتشحنه زي ما شحنت الريال باس الحالي اللي هو السيزون اي وان يعني صاحبي لو انت معاك 360 شدة بس فما تقلقش طبعا هتقدر ان انت تشحن الريال باس السيزون القادم ده كده طبعا صاحبي اول حاجة بالنسبة لسعر الريال باس السيزون القادم بعد كده طبعا صاحبي نيجي على الحدث اللي نزل برضو معانه النهاردة هو حدث المزايا المفرحة عندك هنا طبعا صاحبي الحدث ده كان اسمه تزايد الحزمة ولكن طبعا اسمه تغير المهمة صاحبي الحدث نزل معاك النهاردة بتاريخ 6-7 وهينتهي معاك بتاريخ 19-7 عندك هنا طبعا صاحبي تقدر تجيب اللبسة اللي أمامك ده مجانا وعندك كمان تقدر تجيب الام 24 اللي أمامك ده مجانا وكمان عندك ان انت تجيب عملات كريستال بركز معي. اول حاجة كده طبعا عندك هنا المهمة زي ما انت شايف اول مهمات. بيكون طبعا عندك هنا كده صاحبي شوية مهمات. لما بتلعب فانت بتخلص المهمات دي. انا صاحبي لعبت جيمين كده او كام جيم يعني. لقيت معظم المهام اساسا انت عاملت معايا. المهمة صاحبي بيكون عندك مهام كتير. انت طبعا بعد ما بتخلص كل المهام دي. بتضغط كده على جمع الكل. وهنا طبعا صاحبي بتجمع العملات اللي معاك دي. عندك هنا طبعا صاحب انت بعد ما بتجمع النقاط فبتبدأ هنا ان انت تشتري واحدة من دول لان طبعا انت جمعت العملات ولازم برضو ان انت يكون معاك شدات عندك هنا طبعا صاحب عشان ما تخسرش شداتك فانت هتشتري الاخيرة الاخيرة طبعا لازم ان انت تجمع اول حاجة 800 نقطة هتشتريها طبعا هتدفع 400 شدة وهتدفع كمان صاحبي 800 نقطة طيب بعد ما تشتريها 400 شدة طبعا هيرجعولك تاني يعني ال400 شدة اللي انت دفعتهم هيرجعولك تاني في نفس الثانية وكمان صاحب هتستفاد بالامة 24 الاسطوري اللي امامك ده هتاخد طبعا الامة 24 ده مجانا وكمان صديقة هتاخد 8 عملات كريستال زي ما انت شايف ده طبعا صاحبي يعني افضل حاجة انت تعملها عشان ما تخسرش ولا شدة انت طبعا عندك هنا ممكن ان انت تشتري زي ما انت شايف اللبسة وكمان 18 عملة كريستال اللبسة و 18 عملة كريستال ب300 شدة وكمان صاحبي ب300 عملة فقط ولكن انت هنا لو دفعت ال300 شدة فانت طبعا صاحبي هيرجعلك من هنا 220 شدة فقط فانت كده صديق هتكون خسرت 80 شدة فكده طبعا انت فهمت الحدث كامل فافضل حاجة طبعا ان انت تجمع 800 نقطة ويكون طبعا معاك 400 شدة هتاخد طبعا 8 عملات كريستال وكمان هتاخد الامة 24 وكمان صاحبي 400 شدة هيرجعولك في نفس الثانية ده كده طبعا صاحبي شرح حدث تزايد الحزمة او طبعا المزايا المفرحة بالاسم الجديد يعني عدى كده صاحبي يلا بينا على الطريقة برضو اللي انت تقدر تجيب بها شدات بوبجيو طبعا صاحبي من داخل اللعبة لو انت طبعا مثلا معاك 300 شدة فقط ناقصك 60 شدة او انت مثلا معاك 200 شدة فقط ناقصك 160 شدة او 100 شدة ازاي طبعا تجيب يعني لو شدات ناقصاك 100 شدة او 200 شدة ازاي تجيبهم وكمان لو انت مش معاك شدات خالص ازاي تجيب شدات عندك هنا طبعا صاحبي البونس تشالنج داخل اللعبة اهم حاجة طبعا البلد اللي انت تكون عايش فيها هي طبعا البلد بتاعتك داخل اللعبة تمام صاحبي ولازم طبعا تكون البلد عربية عشان طبعا صاحبي البونس تشالنج لازم تكون على دولة عربية عشان يفتح عندك المهم صاحبي عندك هنا لو دخلنا كده على تحدي اضافي اللي هي الاخيرة دي ده طبعا صاحبي البونس التشالينج اول حاجة كده طبعا صاحبي لازم ان انت يكون معاك بطاقات بونس التشالينج عشان طبعا تقدر ان انت تلعب اساسا عن البونس التشالينج بعد كده طبعا صاحبي عندك هنا بتبدأ ان انت تخش جيم عندك ان انت تلعب جيم مستودع ولكن جيم المستودع فانت هتخش مع ناس عشوائي لو طبعا كسبت الجيم فانت هتاخد نقاط حلوة لو انت مكسبتش جيم المستودع فللأسف مش هتاخد نقاط وهتكون طبعا خسرت البطاقات بتاعتك على الفاضي فأفضل حاجة طبعا أن أنت تلعب كلاسيك تخليها خريطة إرينجل وعندك هنا تاني حاجة التصنيف لو أنت معك بطاقة واحدة تخليها 10 يوسي أنت معك بطاقتين هتخليها 20 يوسي أنت طبعا معك 3 بطاقات فهتخليها طبعا 30 يوسي مثلا أنت لو معك بطاقة واحدة فهتضغط عليها وآخر حاجة عايز تلعب سولو ولا سكواد لو أنت طبعا معك سكواد من صحابك فخليها سكواد لو أنت الوحدك فبلاش تخش مع ناس عشوائي وخليك سولو أفضل تمام صاحبي وبعد كده صديقي بعد ما زبطت كل حاجة فبتضغط هنا على كلمة تسجيل اللي أمامك دي وبتبدأ طبعا أن أنت تلعب عندك هنا صاحب أنت لو جبت مركز أول فأنت هتاخد 300 نقطة وطبعا الكل الواحد عندك ب15 نقطة يعني أنت مثلا لو جبتلك كده 7 كل فأنت هتعدي 100 نقطة من الكلات بس ده طبعا صاحبي لو هتلعب على بطاقة واحدة لو أنت معك ثلاث بطاقات وهتلعب على ثلاث بطاقات لو طبعا أنت جبت المركز الأول فأتاخد كده 150 شدة لو أنت جبت المركز الثاني فأتاخد 1000 شدة وهكذا بقى صاحبي نظام النقطة كله عندك يعني بعد كده صاحبي أنت بعد ما بتجمع النقاط عندك تحت كده هنا استرداد المكافأة بتضغط عليها طبعا صاحبي استرداد المكافأة دي زي ما أنت شايف كده صاحبي بتفتح مهاك على طول وهنا طبعا بقولك لو أنت جمعت 3000 نقطة فأنت هتستبدلهم ب300 شدة لو أنت طبعا جمعت 6000 نقطة فأنت هتستبدلهم ب600 شدة وآخر حاجة طبعا لو أنت جمعت 1000 نقطة ودي طبعا أقرب حاجة يعني هتستبدل 1000 نقطة ب100 شدة فطبعا صديقي تقدر أن أنت تلعب على البونس تشالنج وكمان تستفاد منها بشدات زي ما أنا طبعا خدت شدات وزي ما ناس كتيرة جدا صديقي خدت شدات من داخل اللعبة طيب دلوقتي لو أنت مش معاك بطاقات ومعاك مثلا 300 شدة ونقصك مثلا 60 شدة عشان تشحن السيزون هتعمل إيه؟ هتشتري طبعا صاحبي بطاقات بالشدات اللي معاك ولكن طبعا مش بكل الشدات يعني مثلا هتصرف 20 يوسي وتجيب لك بطاقتين أو مثلا تصرف 30 يوسي تجيب بيهم 3 بطاقات وبعد كده صاحبي بتلعب هنا على 3 بطاقات وتحاول طبعا أن أنت تجيب مركز أول لأن أنت لو جيبت مركز أول هتاخد 150 شدة وإنت أساسا صرفت 30 شدة بس تجيب بيهم البطاقات أو طبعا لو مش معاك شدات كتير ممكن تشتري بطاقة واحدة فقط بعشرة يوسي وتبدأ برضو أن أنت تلعب وبعد كده صاحبي بتجمع النقاط وآخر حاجة طبعا بتحول النقاط دي لشدات زي ما أنا شرحت لك بالزبط دي برضو صاحبي طريقة يعني أنا بشرح لك طرق كتير تجيب بيها شدات وبشرح لك على طرق سهلة كتيرة برضو ولكن برضو قلت أشرح لك عن الطريقة دي عشان برضو صديق لو أنت معاك بطاقات فتقدر تلعب وتستفاد لو ماك طبعا شدات فتقدر أنت تجيب البطاقة وعشر شدات وبردو صاحبي تستفاد فبس كده صاحبي ده فيديو النهاردة هتمنى يكون الفيديو عجبك وتكون استفدت من الفيديو لو الفيديو عجبك فما تنساش تحط لايك وتشترك في القناة وبس كده أشوفك في فيديو جديد وسلام